موسيقى خلال كلمة له في مجلس الامن الدولي اكد منذوب اوكراني سرهي كيسليتسا ان المجلس يحتاج الى اصلاح اعتبر الممثل الاوكراني ان حقا نقض الفيتو لكل من بريطانيا والصين وروسيا والولايات المتحدة وفرنسا لا يسمح بحل القضايا التي تتعارض مع مصالح هذه الدول حيث يمكنهم منعها ببساطة كيسليتسا اعتبر ان اصلاح مجلس الامن سيساعد على دعم مصالح المجتمع الدولي باسره وليس مجرد مجموعة من خمسة اعضاء دائمين يتمتعون بحق النقض واشار منذوب اوكراني الى ان مجلس الامن الدولي سيصبح مؤثرا عندما تحترم جميع الدول الاعضاء مفاق الامم المتحدة وقواعد القانون الدولي اولا ان حق النقض للاعضاء الدائمين في المجلس يعني ان القرارات المتعلقة بالاسس الموضوعية لا يمكن ان تكون ممكنة الا عندما تتفق مع مصالح خمس دول فقط او لا تتداخل مع تلك المصالح على الاقل لا يزال المجلس مشلولا فلا يوجد اي حافز لأي عضو يتمتع بحق النقض للوصول الى حل مسألة مثيرة للجدل موسيقى 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 اشتركوا في القناة